حتى يتبين لهم أنه الحق بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا الحقيقة هذا السؤال أخي الحبيب يعني يشكل على بعض الناس أن رؤية النار عذاب لأن الله تبارك وتعالى يقول النار يعرضون عليها غدوا وعاشيا ويوم تقوم الساعة أدخل آل فرعون أشد العذاب هذا في حق آل فرعون في عذاب القبر وفي آية أخرى يوم القيامة الله تعالى يقول ويوم يعرض أعداء الله على النار فهم يوزعون إذن رؤية النار فيها عذاب ولكن هنا ملمح أن الله سبحانه وتعالى يخبرنا عن حديث وحوار بين أهل الجنة وأهل النار مما يدل على أن المؤمن يمكن أن يرى الكافر وهو يعذب وهذا بنص القرآن الكريم ولكن رؤية النار بالنسبة للمؤمن نسأل الله أن نكون مؤمنين جميعا إن شاء الله هذه الرؤية تشعرك برحمة الله وفضله عليك وأنه نجاك من عذاب النار لأن الله تعالى يقول فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز إذن دعوني أتأمل معكم الآية الأولى الله تبارك وتعالى يقول ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار إذن يوم القيامة أحبتي في الله هناك حوار بين أهل الجنة وبين أهل النار هذا أولا ماذا يقول أهل الجنة لأهل النار يوم القيامة ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار وانظروا معي إلى كلمة أصحاب يعني لم يقل ساكني قال أصحاب يعني ليدلك على أن هؤلاء الذين يعذبون في نار جهنم هم أصحاب هذه النار لا يغادرونها ولا يخرجون منها والعياذ بالله وكذلك أصحاب الجنة مثل صاحب البيت ملك يعني هو تملك هذه الجنة لا أحد يخرجه منها ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا قالوا نعم فأذن مؤذن بينهم اللعنة الله على الظالمين إذن هذا حوار بين أهل الجنة وأهل النار طيب النداء الثاني في القرآن هناك منطقة تدعى الأعراف هي بين الجنة وبين النار هذه المنطقة أيها الأحبة من استوت حسناته وسيئاته فليس هو من أهل الجنة وليس من أهل النار ولكن في منطقة اسمها الأعراف وهذه المنطقة كلها رجال ليس فيها نساء ليس فيها حورعين هي رجال لذلك الله تعالى قال ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم إذن الرجال الموجودون في الأعراف وهي منطقة بين الجنة وبين النار يخاطبون أهل النار هؤلاء يقولون قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون إذن هناك حوار بين أصحاب الأعراف وبين أهل النار أيضا النداء الثالث في القرآن أيها الأحبة بين أصحاب النار وأصحاب الجنة ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة إذن هذا حوار فمدام هناك حوار يعني من شدة العذاب وأهوال العذاب الله سبحانه وتعالى يجعل أهل النار ينظرون إلى أهل الجنة وهم يتنعمون وهذا مزيد في العقوبة ومزيد في العذاب ومزيد في البؤس والشقاء والهوان بالمقابل أصحاب الجنة يحمدون الله أنه أنجاهم من هذا المصير الأسود فهذه رؤية أيضا ولكن رؤية جيدة بالنسبة للمؤمن في الجنة ورؤية سيئة بالنسبة للكافر ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيض علينا من الماء إذن هم رأوا الماء والأنهار والنعيم وهم محرومون منها أن أفيض علينا من الماء أو مما رزقكم الله تأتيهم الإجابة الصادمة حقيقة من أهل الجنة قالوا إن الله حرمهما على الكافرين إذن أيها الأحبة القضية هنا ليست قضية رؤية النار أو رؤية الجنة لا القضية هل هناك عذاب أم هناك فرح يعني أنت الآن عندما تجد إنسان ابتلي بأمراض ونقص والظلم ونقص بالأموال والأنفس والثمرات وتجد إنسان مثلا يعني شقي مثلا في الدنيا تحمد الله تعالى تحمد الله على نعمة الخالق عز وجل وتقول الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين بالمقابل يوم القيامة عندما ينظر المؤمن إلى النار وإلى عذاب أهل النار يقول الحمد لله الذي نجانا يحمد الله ويكون هذا مزيدا في الفرح والسرور والنعيم والمتعة التي يمن الله بها على عباده المؤمنين إذن خلاصة هذا السؤال أن المؤمن وسوف يرد على النار الله تعالى قال وإن منكم إلا واردها أي جهنم كان على ربك حتما مقضية ولكن ماذا بعد ذلك بعد أن يرد المؤمن بالقرب من جهنم ويرى جهنم وربما يحدث لديه بعض المخاوف ينجيه الله سبحانه وتعالى الله تعالى يقول وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء وإن منكم إلا واردها من عذابها نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينجينا وإياكم من نار جهنم وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ترجمة نانسي قنقر